بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة اليوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات التي سبقت هذا حال هؤلاء الكفار المعاندين وفرحهم واستمساكهم بما هم عليه من الباطل من الشرك والكفر والتمسك بهذه الأصنام التي لا تمفع ولا تضر وتحقيرهم شأن النبي الذي يدعوهم إلى عبادة الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى بعد هذا بين الله تبارك وتعالى صفاته أنه الرب الإله الذي يستحق الذي له الحق سبحانه وتعالى في أن يمر عباده بما شاء والذي يستحق العبادة وحده جل وعلا قال جل وعلا عن هؤلاء الكفار رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليهم وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا السبيل وذلك بعد قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوة أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها انظر مقالتهم إن كاد يعني هذه جريمة النبي عندهم إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أي آلهتنا هذه التي تزعمون بأنكم كنتم عن الحق ولد النبي أن يزيحكم عنها وأنكم صبرتم عليها صبرهم على هذا تمسكهم بهذا الأمر واستعدادهم لأن يقاتلوا من يحول بينهم وبين هذه الآلهة الباطلة قال جل وعلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ثم بيّن عما هؤلاء قال رأيت من اتخذ إلهه هواه هذا فقط ما يهونه يتخذونه إلا يعظمونه فأنت تكون عليه وكيلة تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا مشرع الله تبارك وتعالى يبين صفاته سبحانه وتعالى وأعماله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى فقال جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شال جعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا هذه من أعظم من رحماته العظيمة سبحانه وتعالى أنه مد الظل على هذه الأرض الظل على هذه الأرض فالليل ظل وكذلك بداية النهار عندما قبل أن تشرق الشمس هذا ظل مده الله تبارك وتعالى وفي هذا الظل الذي هو غير ضوء الشمس هذا رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده أفل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال جل وعلا ولو شاء لجعله ساكنا يعني مستديما لكن لله تبارك وتعالى يعني حكمه ورحمه في أن يجعل شمس وظل قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا جعلنا الشمس على الظل دليل لأنه لو لا وجود الشمس لما عرف يعني الرحمة الله تبارك وتعالى بالظل والشمس وإشراقها على هذه الأرض لها كذلك المنافع العظيمة فالضوء والحرارة وغير ذلك فلو شاء الله تبارك وتعالى لجعل ظلا دائما على هذه الأرض لا يأتيها شمس تموت ولكن أن يأتي ظل ويأتي شمس فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليل وجود الشمس دليل على وجود الظل لأنه عند ذلك يتميز الإنسان يعرف وين كان لما عرفنا الظل إلا بوجود الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبضناه جعلنا الشمس ينقبض إلينا قبضا يسيرا وذلك عندما تعلو الشمس شيئا فشيئا فإنه يبدأ الظل يعني يرجع إلى مركزه شيئا فشيئا ثم بعد ذلك يمتد بعد ذلك في المساء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم السباة هذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل لكم الليل لباسا غطاء هذا الليل يلبسه الدنيا فيكون هذا الوقت للراحة لأن بنزول الليل وسدوله على هذا النحو فيغطي الأشياء فيجعلها يعني مهيه للسكون والنوم سباة نوم يعني الخلائق سباة السباة هو السكون منه السبت اللي هو يوم السكون ويوم الراحة والنوم سباة سكون للناس حتى يرتاحوا وتتجدد بعد ذلك يعني يتجدد خلاياهم ونشاطهم للقيام بعد ذلك بهمة ونشاط ليزاولوا حياته وجعل النهار نشورا جعل الله تبارك وتعالى صير النهار نشورا النشور حياة النشر هو يعني بعد هذا الموت بالنوم إعادة حياة مرة ثانية باليقل وجعل النهار نشورا وهذا الأمر يعني الظل والشمس الليل والنهار تداول هذا وعلى الإنسان لا بد منه رحمة من الله تبارك وتعالى حاجة المخلوقات إلى النوم لما فيه من السباة والراحة وحالتها إلى النهار لتقوم وتنشط وتعمل وهذا طبعا المقارنة مع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ماذا تملك هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله من هذا الفعل ومن هذا الخلق ومن هذا من صنيع الرب تبارك وتعالى لا يملكون شيء هل يملكون أن يأتوا بليل أن يأتوا بنهار أن يداوروا يعني الليل والنهار على الناس على هذا النحو أن يرتبوا حياة يعني المخلوقات على هذا النحو الذي أقامه الله تبارك وتعالى لا يملكون شيئا من كل ذلك وهو الله سبحانه وتعالى ليس غيره وليست هذه الآلهة الذي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره أرسل الرياح إرسالها لتسير بشرا بين يدي رحمته مبشرا هذه رياح المطر فإن الرياح المطر قبل أن يأتي المطر كانوا يعرفون مجيء المطر بشم هذه الريح ومعرفة ما تحمله من الرطوبة ومن بداية الماء فيقولون هذه ريح المطر سيأتي بعد هذا السحاب المحمل بالمطر فتكون بشار فيكون مجيء الريح هبو الريح الأول التي يتسبق المطر وأن السحاب في إثرها والمطر قادم يكون هذه بشارة لمن تهب عليهم هذه الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رحمته بالمطر قبل أن يأتي المطر فتأتي هذه الرياح مبشرة كما قال ذي جل وعلا هو الذي أرسل الرياح مبشرة أي بقرب المطر وليذيخكم من رحمته ثم قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا فعل الرب أنزل الله تبارك وتعالى من السماء من العلو وهو المنطقة التي فيها السحاب ماء طهورا ماء طهور وطهر الأشياء غاسل وطهور لكل شيء طهور لهذه هذه الأجواء التي يتنفسها الإنسان تسقط المطر يسقط كل هذه ما على من يعني هذه الأرض من دخانها وقاذراتها وغبارها فيطهر أول شيء يغسل يعني هذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان ثم تغسل ما على الأرض تغسل ما على الأرض أشجارها نباتها ما عليها تغسل نفس الأرض وتذهب بديل فطهور لمن على الأرض ثم الماء نفسه بعد ذلك يتطهر به الإنسان يغسل به كل أدرانه وقاذراته أمن عظيم جدا انظر فعلا رب تبارك وتعالى في انزاله الماء من السماء على هذا النحو لينزل فيغسل كل ما دونه فيطهره وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهر للأشياء لنحيي به بلدة ميتة أنزله الله تبارك وتعالى هذا الماء طهور ثم ليحيي الله تبارك وتعالى به بلدة ميتة بلدة الأرض ميتة تكون ميتة الأرض ميتة بأنه لا نبت فيها من الجفاف والحرارة فإذا نزل عليها هذا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش لنحيي به بلدة ميتة بأول شيء بالنبات ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة وكذلك نسقي يسقيه الله تبارك وتعالى يقول مما خلقنا أنعام والأنعام عليها حياتنا فمنها اللحم الذي نأكله ومنها اللبن الذي نشربه ومنها الجنود ومنافعها ومنها الصوف والوبر والشعر فهي منافع لنا فتحيا هذه الأنعام بهذا الماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثير ناس يسقيهم الله يسقيهم الله تبارك وتعالى من هذا فيحيون على هذا الماء ثم قال جل وعلا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَتْذَكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا تَصْرَّفْنَا تَصْرِفُهُ وَتَنْوِيعُهُ وَتَوْزِيعُهُ يعني وزع الله تبارك وتعالى المطر على ظهر هذه الأرض ليذكروا بينهم وهذا التصريف كذلك فيه حكم عظيم لله تبارك وتعالى أماكن ينزل عليها مطر دائم حتى تجري الأنهار وتجري إلى أماكن قاحلة صحراوية فتحية وأماكن ينزل عليها مطر يعني في مواسم وتقوم على هذه المواسم أنواع من الزراعات ينتفع بها هؤلاء وتنقل إلى آخرين ومواسم ثانية وهذا مطر شتوي وهذا صيفي وهذا موسمي وهنا مياه قليلة وهنا مياه كثيرة أمطار كثيرة هنا وقليلة هنا كذلك ليكون هذا الأمر فيه نوع من التبصر والتصريف وأن فاعل هذا إنما هو الإله سبحانه وتعالى الذي يجعل هذا التنويع والتصريف دليل على اختياره وعلى رحمته وعلى عناته وعلى ابتلايه لخلقه سبحانه وتعالى كذلك بأن يشكروه عند النعمة وأن يصبروا عند المحنة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ففي هذا التصريف والتنويع تذكرة عظيمة للناس أولا لبيان قدرة الرب تبارك وتعالى فإن الذي جعل هذا المياه الهائلة هذه تحمل إلى هذا السماء ثم تسير في جنبات الأرض صحب هائلة محملة بملايين الملايين من أطلال الماء يوزعه والله تبارك وتعالى هنا ويفرقه هنا وهنا والحال أنها تتفرق على هذا النحو لا تزحم للناس طريقا ولا تقلع لهم شجرا وإنما تذهب في هذه المنطقة يعني العالية مستوى هذا العالي من الأرض لا يضر الناس لينفعهم نفع عظيم جدا وهم يرون رحمة الله تبارك وتعالى فوق رؤوسهم تسير في جنبات يعني هذه الدنيا ثم تسقط عليهم لا يسقطها الله تبارك وتعالى عليهم يعني دفعة واحدة وإنما يسقطها عليهم فتر الودقة يخرج من خلال حبات المطر وقطراته تنزل عليهم شيئا فشيئا ينزل الرذاز أو ينزل كثيف حسبه فيه تذكرة ورحمة عظيمة للعالمين ونزوله على هذا النحو يعني على قطرات على هذا النحو يجعله الله تبارك وتعالى طهور طهور للأرض طهور للأجواء التي تحته طهور للتربة طهور للأشجار طهور للناس عظيم جدا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ذكروا رحمة الله قدرته ونعمته وصفاته سبحانه وتعالى لكن قال جل وعلا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الإباء هو الامتنع يعني امتنعا أكثر الناس وأبوا إلا أن يكفروا يعني أبوا من كل شيء إلا الكفر يعني لا تذكر ولا شكر ولا يعني استحضار نعمة لله تبارك وتعالى فقط الكفرات كل ما يعني ملأ قلوبهم وملأ نفوسهم حول هذه النعمة الكبرى من نعم الله تبارك وتعالى نعمة الحياة المطر هو الحياة كل ما عندهم ليس عندهم من كل هذا إلا الكفر بس يعني موقفهم من هذه النعمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني أبوا كل باب من الأبواب إلا أن يكفروا فقط فإما ينسبون هذا لغير الله تبارك وتعالى يجعلون هذا المطر مو 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 شأن الله تبارك وتعالى ولا هي رحمته سبحانه وتعالى كما في الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الفجر بعد ليلة وهو في الحديبية كان فيها مطر فقال للناس بعد صلاة الفجر أتدرون ما قال ربكم فقال الله الليلة فقال الله رسوله وعلى الله أنا لا ندري اتبعنا هذا وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال لهم بعد إثر هذا المطر الله يقول من عباد الله تبارك وتعالى من أصبح مؤمنا بالله وكافرا بالله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فهذا أول عمل من كفر من يكفر بالله تبارك وتعالى حيال هذا الأمر العظيم المطر فإنه ينسبه إلى غير الله تبارك وتعالى ينسبه إلى الأنواع حركة النجوم أو حركة معينة وأنه بهذه الحركة هي التي سببت هذا الأمر فينسى مسبب الأمر سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو مسبب بالأسباب إن كان هذا سبب حقيقي فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سببه وأنه هو الذي أتى بهذا المطر سبحانه وتعالى فينسى بالمطر إلى هذا السبب وينسى ولا يذكر فعل الرب تبارك وتعالى وإرادته واختياره ومشيئته وأن هذه رحمته سبحانه وتعالى إلى عداده فهذا كافر رب الله فينسبون المطر إلى غير الله تبارك وتعالى ينسبونه إلى هذه الأسباب ثم لا يرفعون رأسا بتاتا بهذا الكفر لأن يتذكروا هذه النعمة وما هي عليه وكيف لو فقدوها وكيف لا تذكرون أن آلهتهم التي يعبدونها واشكرونها من دون الله تبارك وتعالى لا تملك شيئا من ذلك لا تملك أن تجعل الرياح تذهب فتثير السحاب فترفعه إلى هذه الأجواء فتنشره على جنبات الأرض فيسقط مطر على هذا النحو بهذا النحو البديع لا يتذكرون عندما يعبدوا هذه الآلهة أن هذه الآلهة لا اختيار لها ولا فعل لها في هذا وأن هذا فعل الله تبارك وتعالى والحال أنهم لو فعلوا هذا لتوجهوا إلى الرب الإله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما يعبد من سواء لكن يقول الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا أبوا أي تذكر أي شكر الله تبارك وتعالى واختاروا فقط أن يكفروا بالله تبارك وتعالى في مقابل هذه النعمة العظيمة ثم قال جل وعلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذير بعد هذا لو شئنا لو أردنا أن نرسل رسولا إلى كل قرية من قرى العالم هذه لا فعلنا يفعل الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يختر رسولا واحدا فقط لكل قرى العالم ولكل شعوب الأرض ولكل أممها وهو نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذن أمامك يا أيها الرسول حمل عظيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا انذرهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين هؤلاء الكافرين الذين يدعون إلى هذا الكفر والجحود والنكران وجاهدهم به بهذا القرآن جهادا كبير فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل هذا القرآن نذيرا للعالم نربط هذا بما قاله الله تبارك وتعالى في أول السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يحمد الله تبارك وتعالى نفسه ويبين عظيم بركته وعظيم إفطاله على العباده بأنه نزل هذا الفرقان المبين هنا للحق والباطل والذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل بين الشرك والتوحيد بين طريقه وبين طريق أعدائه فهذه بركة الله تبارك وتعالى التي عمت ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا فالله قال ويقول الله لرسوله أنه لو شاء لأرسل في كل قرية من قرى العالم الآن نذير ينذرهم إليه لكن الله اختار أن يكون هذا النبي ومعه هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى كلام الله تبارك وتعالى ليغير به العالم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا هذا القرآن المبارك الحمد لله تبارك وتعالى فإن هذا القرآن قد أدخله الله تبارك وتعالى إلى كل قرية وكل مدينة من مدن العالم أخذه وقبله من كتب الله تبارك وتعالى له السعادة ورده ويحتقره ولم يؤمن به من أراد الله تبارك وتعالى له الشق فهو نذير العالمين كما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما زال هذا القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله المبارك الذي ما زال يطرخ كل سام ويدخل كل قرية وينفذ إلى كل مدينة يحمل هذا كلام الله تبارك وتعالى هذه كلمة الله تبارك وتعالى التي أرسلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هذا القرآن نذير للعالم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بهذا القرآن جهادا كبيرا ليمقيا وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برجوع هذا القرآن إليه منه بدأ من القرآن من الله بدأ وإليه يعودها في آخر الزمان عندما تأتي الملائكة فترفع هذا القرآن من الصدور والسطور ويعود القرآن بعد ذلك وترفع الكعبة إلى آخر الزمان ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فهذا القرآن نذير للعالمين طولة هذه المدة منذ بعد ستنة صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفع القرآن من الأرض وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم بعد ذلك فصل جديد من بيان آيات الرب تبارك وتعالى وآياته في الخلق جل وعلا قال وهو الذي مرج للبحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجور انظروا إلى آيات الخلق آيات الرب تبارك وتعالى آيات السابقة بين الله تبارك وتعالى فيها الظل والشمس والليل والنهار والمطر الذي به الحياة ثم هنا يعني آية في خلق الدنيا في خلق الأرض فقال جل وعلا وهو الذي مرج للبحرين المرج هو اختلاط البحرين عذب وماله هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج يلتقي العذب الفرات مع الملح الأجاج ويختلط بعضهم مع بعض عندما صب مصبات الأنهار وجعل بينهما برزخا جعل بين العذب الفرات فرات سائغ الشرب والملح الأجاج برزخ وحجرا محجورا ان يعتدي هذا المالح على يعني العذب ولو كان هذا الأمر لفسدت الأرض لفسدت الأرض وهذا البرزخ الحاجز جعله الله تبارك وتعالى حاجز إما بعلوي هذا ونزولي هذا والحال أن الأرض يعني كرة ومع هذا الله تبارك وتعالى جعل هناك حاجز بين الماء الماء العلو والماء العلو وأنه لا يختلطون مع التقائهم وضرب هذا في هذا وخلط هذا بهذا إلا أنه قد جعل بين هذا حاجزا وهذا حاجزا حتى لا يطغى الماء المالح فيدخل في مصبات الأنهار ويدخل إلى الأنهار وينتشر في الأرض فتفسد حياة الناس وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا حجر حاجز محجور ممنوع فممنوع على البحر المالح أن يطغى على البحر العام آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى نرى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق من الماء بشرا خلق الله تبارك وتعالى من الماء بشر الماء قيل هنا أنه هو ماء نطف خلق الله تبارك وتعالى منه بشر يعني هذا الإنسان سمي الإنسان بشرا لظهور بشرته وعدم تغطيتها بالصورة أو الوبر أو غير ذلك كما يعني الشأن في الأنعام والحيوانات بشرا هو هذا الإنسان كما قال الله في آدم إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روعي فقعوا له ساجدي فالله خلق هذا البشر من الماء هذا الماء المهين ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبيل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا انظر الماء يخرج منه بشر ثم يكون منه نسب وصهر نسب إلى الآباء فالإنسان ينسب إلى أبيه وإلى جده وكذا وإلى أمه وكذا فيصبح هذا شوف هذا منسوب هذا فلان هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان وهذا الله تبارك وتعالى خلق هذا الكل من هذا الماء لكن انظر بعد ذلك النقلة العظيمة في أن يخلق هذا كل إنسان فجعله نسب وصهر المصاهرة وهي بالزواج هذه المرأة من هذه القبيلة من هذا البلد تأتي وتتزوج بهذا فيصهر بين هذا ويقوب هناك روابط المصاهرة هذا أخو الزوج وهذا أم الزوج وهذه بنت الزوج فتصبح هناك بهذه المصاهرة يدخل هناك أنواع من القرابة بين تلك الأسرة وتلك الأسرة التي يعني انصهر بعضها في بعض ودخل بعضها في بعض على هذا النحو انظر أقام الله تبارك وتعالى هذه العلاقات من وشائج القرابة القرابة بالنسب والقرابة بالصهر وما في هذه القرابة بعد ذلك من المودة ومن المحبة ومن العلاقات ومن الأحكام بعد ذلك القدرة هائلة قدرة قدرة الرب تبارك وتعالى لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى أن يخلق من هذه النطف يخلق منها هذا الخلق العظيم فيجعل هذه النطفة خلق منها هذا الإنسان وهذا الطفل ينسب بعد ذلك إلى أبيه وإلى جده وإلى وإلى ويخلق هذا الطفل يصبح رجل فتتم المصاهرة بين قبيلة وقبيلة بين أناس وأناس ويدخل بعضهم في بعض على هذا النحو بروابط وبوشائج لا يقدر على هذا إلا الرب الإله الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فأين الآله الباطن أين ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى أين الملائكة أين عيسى أين 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 ما عبده هؤلاء العباد من دون الله تبارك وتعالى هذا لا يقدر عليه إلا الرب جل وعلا وكان ربك قديرا فهذه مقدرة الرب هذه قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أن يخلق من هذا الشيء هذا الخلق العظيم ويجعل هناك شوفوا انظر العواطف التي تكون بعد ذلك محبة الإبن لأمه محبة الإبن لأبيه أطفه عليه وين هذه نشأة هذه يعني الروابط من المحبة ومن الأخوة ومن كذا ومن الحمية ومن ومن كل هذه العواطف قامت والأساس في الخلق إنما كان يعني مشر مخلوق من الماء وكان ربك قديرا ثم بعد ذلك جاءت الله تبارك وتعالى المقارنة بعد ذلك بهذه الآلهة قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ومع هذا يعني ينسون هذا الخلق العظيم لهذا الرب ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم لا نفع منه ولا ضر منه كيف هذا بالنسبة إلى الرب الذي مدى الظل والذي جعل النوم سباتا والليل لباسا والذي خلقنا هذا الخلق والذي أرسل المطار وزعه على هذه الأرض وأرسل الرسول بهذه النذارة أين أين ما يعبد من دونه مما لا ينفع لضر من الرب الإله سبحانه وتعالى ولكن وكان الكافر على ربه ظهيرا الكافر مجرم إنما فقط يقوم بمعادات الرب تبارك وتعالى ويظاهر ويعين من يعاد الرب تبارك وتعالى هذه آية عظيمة نعود إليها إن شاء الله في الحلقة الآتية استغفر الله لي ولكم يذب صلى الله وسلم على عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة